اول طول هي الـ audience insight هي بمساطة الـ platform او جزء من الـ facebook ads manager عشان خاطر تفهم قبل ما ترمي فلوسك قبل ما تعمل اعلان قبل ما تعمل اي حاجة تعرف كم واحد في العالم او في مصر او في اي بلد انت هتختارها مهتم بالفكرة بتاعتك او ممكن يكون customer leak من خلال اعلانات دي هو مثلا كـ indicator انت بتتفرج مثلا يعني ده فيسبوك دلوقتي في حوالي فوق الـ 1 مليار بني ادم تخش طبعا دي الـ segmentation بتاعتك لو انت بتـ target بالمكان العمر الاهتمامات الـ connections لو انت عندك صفحة مربوطة بيها ولا لا الـ page A طبعا الـ advance حاجات advance انت بتستخدمها مثلا اللغة لو انت بتـ target باللغة معينا relationship education work market segment في حاجات هنا في الفيسبوك للـ US بس للـ America بس page likes اكتر pageات عليها interaction او الناس مهتمة بيها online العفانيتي دي بردو هنشرحها فيسبوك الـ audience prevalence كل الكلام ده بردو هنحكي عنه لو احنا بسه هايزين نشوف مصر ومن الدنيا فيها عندي ايه فيها حوالي من خمسة وتنتين اربعين مليون واحد بيستخدم الانترنت يوميا وبيستخدم فيسبوك يوميا اكتر pageات من ناحية الاكل والشرب هي كوكاكولا الـ regional website الحاجات اللي هي middle east سوق الـ electronic company samsung دي كإنديكيترز بس ان الحاجات الناس في مصر ممكن تكون مهتمة بايه يعني ام طبعا نشوف الـ location اكتر موضن عليها traffic طبعا القاهرة واسكندرية ومنصورة مننزل لحد الاخر demographics لو انت بتارجد بنات بس فبيقولك النسبتهم كذا طبعا البنات اكتر من الولاد في مصر يعني بس يعني انت مثلا فيها حاجات لطيفة لو انت بتارجد مثلا اهل لسه متجوزين ومخلفين بقى لهم سنة مثلا وفي حوالي سبعين الف او تمانين الف واحد لسه متجوز وعنده طفل او طفلة ودي طبعا لطيفة تخليك تارجد الناس بشكل احسن وتطلع احسن نتيجة لاحسن اد تعمله عشان خاطر توصل الفايدة اللي انت عايز على الناس الانسايد اوديونس كبير جدا ودي اول ودعوى ادام ودعوى ادام ودعوى ادام ودعوى صوره شكرا